اشتركوا في القناة خاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة وكذلك استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النموية وانشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد واضف متحدث الرئاسة ان الرئيس الروسي اكد حرص بلاده على الاستمرار في الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق مع مصر فضلا عن الاهمية التي يوليها للتنسيق والتشاور المنتظم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في استخدام احدث التقنيات لمدعفة قدرات البيئة او البنية المعلوماتية الرقمية للدولة ولتعزيز جهود التحول الرقمي بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الاداء الحكومي وتوفير احدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطع الاعمال على مستوى الجمهورية جاء ذلك اخذ الاجتماع السيد رئيس مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لمتابعة المشروعات القومية الخاصة بقطع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقال المتحدث باسم رئيسة الجمهورية ان رئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود وزارة الاتصالات في اطار المحور الخدمي لمبادرة حياة كريمة لتطوير قر الريف المصري تحت رعاية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي ارزلت وزارة الداخلية مساعدات غذائية لمحافظة اسوان التي شهدت موجة من التقصي السيء في الايام الاخيرة اكد الرئيس الامريكي جو بايدن ان العلاقات الامريكية الصينية تحتاج الى حواجز امان لمنع تحولها الى صراع بينما ارب الرئيس الصيني شي جين بينج استعداده لدفع العلاقات بين بلدين الى اتجاه ايجابي جاء ذلك خلال قمة افتراضية عقدها الرئيسان لبحث عدد من المسائل ذات الاولوية بالنسبة للبلدين حيث شدد بايدن على ضرورة ان لا يتحول التنافس بين الولايات المتحدة الى نزاع سواء كان مقصودا ام لا ومن جهته اكد الرئيس الصيني على ضرورة تحسين التواصل بين الولايات المتحدة والصين واجراء مناقشات واسعة وشاملة ومتعددة الاوجه مع واشنطن شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على ضرورة استمرار التحقيقات لمعرفة الاسباب التي اددت الى اندلاع الحرائق في انحاء متفرقة بالبلاد ومنع تكرارها اضافة الى ضبط المتسببين بها واحالتهم الى القضاء المختص ووجه رئيس الحكومة اللبنانية التحية الى الجيش والدفاع المدني والفرق الكشفية وكل من ساهم في اخماد الحرائق التي انتشرت بانحاء متفرقة من لبنان شاركت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن في جلسة الحوار الاولى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل واكدت بوتن حسب بيان رئاسة الحكومة على الدور التاريخي لاتحاد الشغل معتبرة انه شريك اساسي وفعل في كل المشاريع التي تطرحها الحكومة والاصلاحات الضرورية التي ستعتمدها اعلن قصر الاليزي ان رئيسين الفرنسي امانويل ماكرون والروسي بلاديمير بوتن اتفق خلال اتصال هاتفي على خفض التصعيد في ازمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولنانيا واكد الاليزي ان الاتصال بين الزعيمين دام ساعة وخمسة واربعين دقيقة وان بوتن تعهد ببحث الملف مع ناظره البيلاروسي اليكساندر لوكاشينكو لمزيد من الاخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا عطيب المتابعة وإلى اللقاء